اشتركوا في القناة والمعارض في تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات السياحية والترفيهية والتي كان آخرها مهرجان البحرين للطعام المقام حاليا في مراسل البحرين وأكدت سعادة الوزيرة أن المشروعات العقارية المتكاملة تمثل أحد عناصر الجذب السياحي المهمة في المملكة مشيرة إلى الحرص على الاستفادة من التكامل بين القطعين السياحي والعقاري بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وأضافت سعادتها أن المشروعات العقارية لها دور بارز في استقطاب السياح والترويح والترويج للمنتج السياحي البحرين بالتناغم مع سراتيجية السياحة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر